اكد اسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخرين للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة اكد ان رياضات الفروسية خصوصا جمال الخيل العربية الأصيلة تحظى برعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ويؤكد حرص جلالته على مواصلة الدعم لهذه الرياضة العريقة والتاريخية وبيّن سموه ان اهتمام صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء له اسهامات عديدة في مواصلة ازدهار رياضة جمال الخيل العربية الأصيلة جاء ذلك بمناسبة انطلاق بطولة البحرين للإنتاج المحلي والتي ينظمها الاتحاد الملكي تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمشاركة واسعة من الملاك والمربين والاستبلات المحلية المختلفة واشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ان بطولة البحرين للإنتاج المحلي تأتي امتدادا للنجاحات المتواصلة التي حققها الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة في تنظيم مختلف البطولات خلال الفترة الماضية وتماشيا مع الرؤية الهدفة الى تأكيد مكانة المملكة في بطولات جمال الخيل وتأكيد قدرة الملك البحريني على التنافس القوي من اجل تحقيق المراكز المتقدمة وهو ما ينعكس ايجابا على مشاركاته الخارجية من جانبه اكد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة ان الاتحاد حريص على تنويع الانشطة المتنوعة في الموسم الحالي تماشيا مع رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مواصلة ازدهار رياضات الفروسية في المملكة خصوصا رياضة جمال الخيل العربية والتي تعتبر احدى الرياضات المهمة في مسيرة رياضات الفروسية في المملكة واوضح اسمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة ان الاتحاد الملكي يحرص دائما على تنظيم مختلف البطولات لجمال الخيل العربية حيث ان مملكة البحرين يرتبط تاريخها العريق واسمها منذ القدم كاكبر معاقل الخيول العربية الاصيلة وما زال الى يومنا هذا حيث ان البطولات التي ينظمها الاتحاد تساهم بشكل كبير في مواصلة كتابة التاريخ والمحافظة على مكانة المملكة في الانتاج المحلي وتمنى اسمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين هذا واستعرضت الجياد جمالها وانقتها في البطولة وسط تنافس مثير بين الملاك والمربيين ولعب العارضون دورا بارزا في استعراض جماليات الجياد ترجمة نانسي قنقر